يا الله اللهم صلي على محمد والي محمد بسم الله الرحمن الرحيم اخوان شباب مارزة طول عليكم اليوم عندنا مراجعة الاستفهام المجموعة الثانية الاستفهام المجموعة الثانية اسهل من الاولى بهواي بش شنو بهتش يعني شغيلات وان شاء الله توقيته اول شي نفصل شنو الفرق بين كيفه طبعا المجموعة الثانية تعرفوها كيفه اين ايانة متى انا المجموعة الثانية عندنا مبنى على السكون وهنانة على الفتح بين قوسين اختصلكم اياها بسرعة انه ومتى على السكون كيفه اينه ايانة على الفتح اللي بيهن هاي بطة شكون واللي ما بيهن ايانة العفو اللي ما بيهن فتح خلنعرف قبل لا نتعمق بالمجموعة الثانية هو شنو الفرق بين المجموعة الثانية والاولى اردس الان عدنا اربع فروقات الفرق الاول احنا شنو بالمجموعة الاولى نقسم الفعل او الافعال الى فعل متعدى واستوفى وفعل متعدى لم يستوفى وفعل مبني للمجهول اه وفعل لازم هنا انا ما اكو هالخرط شنو القسمة لازم متعدى استوفى ولم يستوفى هنا ما اكو هذا الخرط هذا اكس هنا اش راح يصير نسميه فعل تام هاي بس من عدل افعال الناقصة اي فعل تشوفه ورا اسم الاستفهام المجموعة الثانية نسميه فعل تام من عدل افعال الناقصة اللي هن تحافظيهن لازم نسميه فعل تام هذا اول فرق هاي شنو سهلت علي هنا راحت اربع نواع عندنا الاعرابات سهل كلش علينا هاي الخطوة الفرق الثاني انو المجموعة الثانية ما يجي وراها نكرة هذا الفرق الثاني احنا كان هناك يجي نكرة وراها الفرق السعوفك من الثالث ونروح على الرابع اللي هاي الثالث شوي يعني تهمل اضطيكم مثال انا لكي هذا انا لهم هذا اللي ينهم لن ونعرب على المعرفة اه هسا نرجع للنقطة الثالثة احنا كان ادنى بالنقطة اه بعرابات المجموعة الاولى من كان يجي اسم معرفة ورا المجموعة الاولى شنو نقول اه في محال رفع مبتدأ او خبر مقدم شنو من نعرب نقول في محال رفع مبتدأ او خبر مقدم اهنانة دير بالك لان هذا هو يغلطون في طلاب عبالهم انه اذا جدت معرفة عرابة الاولى والثانية نفس الشي لا اهنانة بس نقول خبر مقدم اهنانة بس نقول خبر مقدم اهنانة بس نقول في محال رفع خبر العفو في محال رفع خبر مقدم وجوبا هاي ان شاء الله يتمنى وضحت قلنا عندنا اربع فرقات نلغي هاي التسميات ويتسمى كنن فعل تام ما يجي نكرة ورا المجموعة الثانية انفرق لازم بين اعراب اه اسم الاستفهام منذاجة ورا معرفة بين المجموعة الاولى والثانية شبه الجملة بالمجموعة الثانية تهمل خلنطيكم دلالة اسماء الاستفهام بالمجموعة الثانية كيفة للحال هاي ضروري 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 تحفظ اين مكان ايان زمان متى زمان انه 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 يا بعد روحي حسب يعني بيها احتماليا مرات تجي على شكل كيفة ومرات تجي على شكل اينه يعني مرات حال ومرات ضرف زمان العفو ضرف مكان هاي اول شي خلصنا منه شه العفو مش وكت انه احنا مو قلنا انه مرات كيفة مرات بمعنى كيفة للحال ومرات بمعنى اين المكان شوكت شلون اعرفه اذا حال وذا للمكان نقسم نوعين اذا بالقرآن الكريم بي احتماليا اذا اجه فعل قبل نقول بمعنى كيفة اذا اجه تشبه جملة نقول بمعنى اين هاي فقط بالقرآن بالقرآن فقط اذا اجه وراها فعل اي فعل ناقص او تام تصير بمعنى كيفة واذا اجه تشبه جملة بمعنى اين انا مجرد جاء اذكركم انتم المفروض هاي تعرفوها لان هي مراجعة المفروضة انا قبل اطبو الانثلة بس تذكير للطلاب هناك طلاب يعني ناسي ناسي المادة كلش لازم انذكرها بيجبوا لاحظة انا في غير القرآن اذا اجبتي بمعنى اتجهت اتجهة يممت 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 سلكت سلكة بمعنى اين اغير هذا كيفة انا وضحت الفكرة بالقرآن اذا تلاها فعيل بمعنى كيفة اذا تلاها شبه جملة بمعنى اين انا في غير القرآن اتجهت اتجهة يممت سلكت اتجهة يممت سلكة بمعنى اين اغير ذلك بمعنى كيفة ان شاء الله واضحة اذا نجعل العرابات احنا قبل شوية قلنا اذا جدت معرفة وراء اسم الاستفهام بالمجموعة الثانية ما نقول فيه محل رفع مبتدأ او خبر مقدم مثل ما ننسيه بالمجموعة الاولى لا نقول فيه محل نصب خبر مقدم وجوب محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص اذا اجي وراء ناقص لم يستوفي خبر او فعل تام اذا اجي ناقص استوفى خبر مقدم اذا ان العرابات الثانية نشيلها من بعنا اذا كانت متوئين نقول فيه محل نصب مفعول فيه ظرف زمان اذا كانت ايني نقول فيه محل نصب مفعول فيه ظرف مكان اذا كانت كيفة نقول فيه محل نصب حال هاي العرابات راجعتها لكم ان شاء الله يعني انذكرتوها زيان هسا نجي نتقل بالامثلة نبدي بالبداية معرفة النوب ناطس لم يستوفي خبره النوب بذن ثمين يقول وكيف غفلتكم غفلة هاي نفصخها غفلة زائد كاف ما لك علاقة بالمين هاي معرفة ايانا يوم الدين ايانا يوم الدين يوم الدين نكرة زائد معرفة معرفة للناسة معرفة كيف الضلال معرف بأيال كيف انت هذا اسم العفو هذا ضمير منفصيل هم معرفة ناش نعرف كيف شنقول عنها هنانا اسم استفهام مبني على الفتح نحنش قلنا قبل شوي قلنا كيف وإيانا وأينا نقول مبني على الفتح أنا ومتى مبني على السكون هو تنبينا بس تشوف الفتحة فوق هنانا تقول مبني على الفتح هنانا شنقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم وجوب تلاه السبب لأن تلاه مقف زين زين اتمنى وضحة الفكرة هسه هذا خلصنا منه في محل نصب خبر قدم وجوب نجي للثانية طبعا المعرفة والفعل التام الطلاب ترع تشوفها الطلاب بمن تشبت بتشبت مو طبيعية بين الناقص اللي ميستوفي خبره وبين الناقص اللي ميستوفي خبره اللي يتغير العراب كله السلم ياسانا ما اكلكم هذا الثاني شنو احنا نشوفه نستكشفه آنه كيف كان عاقبة المكذبين هذا هو المثال كيف كان عاقبة الذين آمنوا العفو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم متى يكون موعد سفاركي اين كان الوطن المحبوب نجي نفصخ الوحدة وحدة التمنى توصل للناقص اذا يستوفي خبره او شكيت بيستوفها فصخ وحدة وحدة هذا نعرفه هذا فعل ناقص مبتدأ الفعل الناقص هسا ندور على الخبر اكو طلاب مثلا ان شاء الله ما حدشك لانا توكلكم ان شاء الله مستواكم زيان وعدكم اساس شك بهذا انه هو الخبر لا ها عاقبة المكذبين هاي مضاف اللي هين انت ذا متابق المحاضرة الولى انا نطيت قاعدة اش قلت قلت من تشوف الذي هذا الوراء كله اكس عسى ما يكتب لك جريدة كاملة اكت قبل رقعة اكس بزيان 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 ليش ارقعة بزيان هاي صلة الموصول لا محلة لها من العراف صلة الموصول بزيان بزيان هذا لم يستوفي لم يستوفي اهنانا متى يكون موعد سفريكي انت ذا تنتبه للحركات عدد كله يصير كلاوات متى يكون موعد سفريكي اذا الطلاب يعني اذا انت هو بالوزار يحرك لك اذا انت كل شي انا طفيت هنا وقلت انه هذا خبر للفعل انها قص هاي الكسر وانا خبر جوا كسر يعني اسفن له هذا انت لافت انت سهل هذا 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 الطلاب اللي تأذر بي اين كان الوطن المحبوب صفن الطالب قال شو احسها هاي الجملة راهنا لا لحسها يعني انه هذا استوفى خبر احنا بطريق نقرأ الجملة بدون يعني العفو بدون اسم الاستفهام اذا تام فهو استوفى خبر شك بيطالب انه هذا استوفى اين كان الوطن والمحبوب صفن يعني قال المحبوب خبر لا المحبوب صفر للوطن دير بالك هو يحرق لك بالوزارة الصفة تتبع الموصوف بالحركة لنحن ما ادنا خبر للبعد الناقص يجعل يضم ما كو يتحتي بس اذا اذا غدارك لازم انت تعرف انه هاي صفة اتمنى وضع يعني ذنى امثلة ما ما قص هاد من هند استحيل ابو الوزارة ما يعبر لكي حتى ابو الوزارة عصرك بهيتي بهيتي موعد سفارك مادرو شنو اشعدنا بعد العفو خلنعرب ذنى قلنا لم يستوفي خبر اذا لم يستوفي خبره اش نعربه في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص كيف اسم استفهام مبني على الفتح هنا نهم على الفتح هنا على السكون قلنا احنا ذا ابو البط سكون اين على الفتح نقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص السبب تلا فعل ناقص لم يستوفي خبره وبمتى نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص ثلاث ناقص لم يستوفي خبر ناقص ناقص المستوفي خبره والفعل التام الفعل التام كلاوات ويقلك وان ما تشوف يقلك هذا متى كانت الارض مثون للمؤمنين وابحة وضوح الشمس هاي اول مثاليا وابحات وضوح الشمس احنا نجي نفسخ احنا شتفقنا قبل شوي نفسخ كانت هاي تاني الساكن مالك حلقة بها متى فاعل كانت بع الناقص هاي شنو ضم اسمه خبارة لا شكت بها الصفة الها يموصف لان الصفة اشقلنا احنا مساح تتبع الموصوف كيف كان الندا فزعا نفس الشي نفس كلام هاي نفس ابوط ابوط نفس زيان هسه خلنعرب ذني الثنية نور نرجع لذني الثنية المرشحات للوزاري ذني بيهن غدرة بعدين نرجع هسه خلنعرب ذني احنا قبل شوي وضحنا بالعرابات خلنع رجع لك الورقة احنا انو اذا معرفة او فعل ناقص لم يستوفي نعرف ذني العرابية اذا ناقص استوفى او فعل تام لا نعرف حسب ما هو احنا اخذت لك واحد مبنى على الفتح واحد مبنى على السكون حتى ننوح قلنا احنا شنو هذا ناقص توفى خضار متى كانت الارض مثوا للمؤمنين متى اسم استفهام مبنى على السكون تلا ناقص احنا قلنا تلا ناقص العرب حسب ما هو متى لزمان للمكان بالزمان اسم استفهام مبنى على السكون في محين نصب مفعول فيه ضرف زمان هاي ضرف زمان كيف اسم استفهام مبنى على الفتح في محل نصب حال السبب تلا ناقص استوفى خبرة هس يجي واحد يقول انتقلوا شوية ليش ما قلت في محل نصب حال يابا ما احنا قلنا اش وكت انعرب محل ذن العرابيين نصب خبر مقدم وجوبا او نصب خبر مقدم للفعل الناقص بشرطين اذا اجي وراء معرفة واذا اجي وراء ناقص لم يستوفي خبره اذا اجني ذن الثني لا الحاجة يختلف الحاجة يختلف هنا تعرب حسب ما هو ميز نجد بين الغدرة طبعا هذا خلي اشرف كم علي نصب حال كيف يكون للمشركين عهد وكيف كان لهم جوابي وقف المقطع حل اذا حلي انا اضمن لك 90 بالعربي اذا حلي اذا احلي انا السيجي الطالب انا ما قارئ علي شوية يوتيوب وخصوصي ما منطينا هاي الملاحظة كيف يكون المشركين عهد هذا فعل ناقص شبه الجملة ش اللي حل قري هتش والله كيف شوف ون شبه الجملة ولا عبالك تشبت علي ديت الملاحظة وال حمال شبه الجملة عهد اسمها ما اقل خبرها يلا هاي ناقص لم يستوفي خبرها انتشيب انتشيب هذا مرشع ملاحظة مهمة راح اكتب لك اهنا جول اذا اجدتي اسمع ركزها واكتبها فعل ناقص زاد شبه جملة زاد لازم تجيب هذا الترتيب مو وحدة بعرعر وحدة مدروين بالصمان لازم وحدة وراء الثانية فعل ناقص زاد شبه جملة زاد اسم كان اه العفو اسم مبتدأ عسى حتى انصطرت المبتدأ او اسم الفعل الناقص اسم الفعل الناقص يا مبتدأ حتى انا سطرت شوية صرت عصب يعودوا هاي الكلاغات زيان يعني شنو نفس هذا الترتيب من شوف ايش ملاحظ من شوف ايش مثال تذكر هاي الملاحظة يكون ناقص مشركين شبه جملة جاروا مجرور عهدون ايام مبتدأ اسم اسم الفعل الناقص زيان زيان ش سوي هس هاي هم تجي كيف العفو كان فعل الناقص لهم شبه جملة جوابي اسم كان خلط لكم اللب قلنا بشرط انو ذني بالتسلسل فعل ناقص شبه جملة اسم فعل ناقص شبه جملة اسم اسم الفعل الناقص بالتسلسل يعني هذا لو جاي بالاخير لو جاي كلمة بينات بين شبه الجملة و اسم الفعل الناقص ما تبشي هاي الملاحظة نانع شبه الجملة في محل نص خبر ما تبشي مالك علاقته في محل نص خبر اراحطيك اللب يعني استوفى خبر هذا استوفى خبر مرشح الوزار والطالب اللي وقف المقطع اللي قف ها الطاير راح بقل مبروغ عليك المعدل العالي خلنا نعرف لني كيف نحن شنو ازيان فعلنا ورا فعل ناقص السوفا بعد طايتكم الملاحظة هاني زين كيف اسم استفهام مبني على الفتح خلت ذكر الملاحظة والله هذاك واحد مدر من طلع باليوتيوب قال بسدن العرابيا نعرب خبر وورا نعرب حسب ما هو زين كيف شنو للحال اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال السبب تلافع ناقص استوفاء خبره اذا اذا ضبطت الفعل الناقص هذا الفعل التام اصلا ما يجيب هو ما يجيب لان استقر والله فعل تلقي فعل ماضي مضارع امر اي 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 حسب ما هو السعين اسم يعني ما راح اقول بلان هو سهل يعني كواهد ما يعرف الفعل اين استقر باهلها الاوطان اين استقر باهلها الاوطان اين اسم استوفاء مبني على الفتح اعراب شنو في محال مصوب مفعول في ظرف زم العفو ظرف مكان السبب تلافع التام هن نرجع للورقة الاولى اي قل نحن اين مكان وش قلنا اين اذا ايجي وراه فعل تام لو فعل ناقص استوفاء نعرب هي محال نصب مفعول في ظرف مكان السبب تلاف فعل تام ايان اسم استوفاء مبني على الفتح في محال نصب مفعول في ظرف مكان العفو ظرف مكان اه يا ظرف مكان ظرف زمان تلاف فعل تام كيف نلوم ها اسم استوفاء مبني على الفتح في ما حننصب حال تلاف فعل تام شباب اتمنى وضحة هذه المحاضرة اللي كانت مراجعة للمجموعة الثانية وعذرون على الخطأ اللفظ اللي يصير بس نطف الكهرباء والساعة متأخرة وجاي يصور محاضرات وجاي يجهز امتحانات ادب يعني شوي العذر والسموحة منكم ويعني بارحة من نزلت والمقطع اليوم شفت التعليقات نازلين علي دوسة ونص عبالك كاتل الحمزة عذرا 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 المعاجبة هذا موجود يعني المقطع ما عجبك شرح ما عجبك حدس لايك صير مثقف حدس لايك الله ومحمد وعالقلعة شاكم تشلي بيمي نازل علي فشار وغلط شمسويدك كاتلة بي اكاني ما عجبك المقطع 13000 مدرسة في يوتيوب اخوكم وخادمكم مصطفى الخالد رح اخلي قناة التليجرام واللي اناشر بها معرفي اي سؤال اي استفسار عن خادم موجود